نعود إليكم من جديد أيها الإخوان والأخوات الأفاضل والفضليات الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات لنواصل معكم من حيث توقفنا نحن في هذه القناة قناة الصراحة راحا قناة صوت المستضعفين والمغبونين من أسرة التعليم الذين ينونت زقئلي فهم في النظام الأساسي المقبل الذي انتهى نهائيا والآن هناك أمور أخرى يقومون بالتضقيق فيها لا علاقة لها بمشروع النظام الأساسي لأنه اكتمل 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 ولدينا ما يفيد حتى أن المزقلفين عندهم الأقربين الأقرب بالأقربين ديالهم الأبواق ديالهم مكينين اللي طالوا على المشروع ديال النظام الأساسي إذن ميبقىوش الجوز بقىو يزقلفو وغي يقول لك تاني رعتها غادي يكمل وغنديرو بلاغ مشترك وغادي تكملوو تكملو معاكم اللي غادي يضيرو بلاغ مشترك وغادي يقول لك مني غادي نكملو غادي انعرضو هداك المشروع ديالنظام الأساسي على القواعد وهد خارب يقولو جي باش من أجل ربح الوقت يعني لأنهم قاتعين معكم الصيلة مكان الصيلة توصل ويوصل لكم يعني المعلومة يعني هم ما تتقوش فيكم أصلا ولا تقا في ولاد عاطق وما باغينش بالبالا وتيتمشوا بي يعني هالقرارات التي تتخذها الوزارة والحكومة كل شي تيمشي مع الخطط التي مرسومة من طرف رئيس الحكومة للأسف الشديد وخد شوفهم أمواق كلهم في خدمة أخ النوش للأسف الشديد إذن وهذاك شي جاي يعني بالتسلسل الإداري جاي تنازليا من الفوق لتحت وتيمشي يعني المدبر دول خلفية الإقسائية في نزل إملاءات ديال الوزارة والوزارة نزل إملاءات ديال الحكومة يالأخ النوش يأسي دوس ويت ومن بعد تتجين نقابات تتقوم بالدور ديالها في القامل التشاركي والتفهم هو متفهمة إلى آخره ورقم شتو يونس سكوري كيفاش يتني على النقابات لأنه قاد دمعه المشكل دياله التي همه وهو تعديل مدونة قانون إضراب وقانون النقابات انتهى دار مئة وعشرين قبل ما نبدأ وقوصا دياليانا وعيش بني بزين وعيش بني بزين ولي محمقنيانا تيتيزا دياليانا ومعيش بني بزين معيش بني بزين ولي محمقنيانا تحيليشا دياليانا وعيش بني بزين معيش بني بزين ولي محمقانينا. ونوصيك. لا تسبغي دفرا. لا تنتفي حجبان. خلي ايدك زينبان عجبا. يا عليهم زهرت عليكم. سمحولينا اخواني اخواتي دار تمية وعشرين. لانا قد نطرق معكم واحد للموضوع وخاصك تكون يعني رايق يا 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 يا الله ما كان مشكلة. رغم اننا راشتغلنا مع جميع دول العالم العربي كل شو اشتغلنا معهم وشنا معهم وطرابينا معهم. ايه لا اخيري هي. اذا باش غد نوضح لكم الواضحات ونسبحوا معهم التسفيحات. لانهم ساقعين وخربين زغبيين. كونطة هنا ارزقنا في الفين وسبعة من اخرجوا اللواء. ما كانوش غيشوفوا هذه الكمارة هنايا. وللاسف وحسن الحظ انني تواجدت مع هالفئات المغبونة الجد مستضعفة حتى لا نقولها كلاما اخرا. خليه اللي دي يكون قيبش يسمعوا الناس. واستسمحوا وتنشكروا جميع الاخوان الاخوات افاضل والفضليات ورفاء الاحرار والحرائر الشريفات. لتي تواصلوا معنا اللي يعني تساندونا تيدعموا هذه الخطوات النضالية دينا. تيديروا تعليقات محافزة تزيد بين القدام. رغم اننا نطقوا في تنطيق فراسي ومصالح مع نبسي من الداخل ما تهمني حتى شي زلام من الازلام. نحرط العقبة مع لانهم جاوج عشورة بالنسبة لهم. وقد نوضحه لكم. اذا خاصنا نوضحه لكم اشكين ده. هاد اللجنة المشتركة. في هالمشترك ديك القضية دي التشاركية. بس ماكين هاد النظام الاساسي اللي غدي تنزل راه بالتشارك مع الفرقاء الاجتماعيين. وذيك شي ماشي ممنوح ماشي حاجة لي يعني فرضتها الحكومة والوزارة. بش ياخدوا الشرعية من النقابات التي تاخدوا الشرعية ديالها من الشغيلة. في الوقت دي تنشوفوه ان نقابة بالحجم ديال اللي في نوع التوجه الديمقراطي. اللي تتمثل وحد شريحة كبيرة من الشغيلة التعليمية. اللي تيعنيها هاد الشي اللي كي الان واللي تجرى الان واللي يحاكو الان في الكواليس اللي قال سنتي تققوا فيه اللي احنا عارفين التفاصيل. اللي التفاصيل دياله خيالين معاهم الهم لكحل من الهم لكحل. في نوع التوجه الديمقراطي يتم يعني الاقساء ديالها. والنقابات تتفرج ان لم نقول بمباركة في بعض منهم. ما باغيناش بدخل ما باغينش هدك الشي يبقى سير ري ميري. اذا ما دام كان سير ري ميري. اذا ما تجيش تخرج ليه. بتقول ليه هاد الشي غيكون تشاركي ورا يعني مشاركة في القواعيد الى اخره. حتى نكملو. حلش يدري صغير يقول ليه. حتى نكملو. وغد نجيبو لكم من مستعصن مستواشي شوية. سكتوهم. للأسف الشديد. وهناك اللي مختصين في طلاق السلوغية. يستعنوا بهم كأبواق باش يرويجوا لذك الشي اللي باغينهما. ويوجهوا ذك الشي اللي باغينهما. يوجهوا فيه الشغيلة كاملة. ويبدأوا يرويجون المشاكل ديال هم لكحل دي تروب الباق. اتزا ديالي يا نوم. يا جباني الزين. ونوصيك. لا تسبغي دفران. ولا تنتفيح جبان. خير ليداك الزيني بان. يا حيا. الزين ديال مغنبين ولا يملك. العيوب والطوق هو. التحراميات والتشهدي. بروفي من درجة. شلابي من درجة الاولى. المشكل يا مشكل يا حلوين تيا. يا جميل يا حنيين على الوسطي. يا استي. كلكم زردع ومنين غدين مزيد. غد يعني نوضح لكم من بعد لي غدين دخلوك في ديك القادية واحد القادية يرى اشتاء ديال فصل التكوين عن التوضيح. فصل التكوين عن التوضيف غدين درج له. لكن غدين حاول نقول لكم ده با غير هاد الشي ديال هاد ليجان باش تعرفوا اشكين. لانك مني تتعرف. تيقول لك اذا عارف السبب بطل العجاب. لعرفتوا الاشياء اشكين ده با غدين. هتدرتاحوا ولو نسبيه ولو نسبيه. اللي غدين رجعوا ديك القادية ديال فصل التكوين عن التوضيف. اللي جابوا فيه واحد المرصون قال لك حسو يلغى ما يلغى الى اخره. هادو ديال دكاطرة ديال التربية هلا هو الطائنية. اللي مني تتحصروا في في الرقن تبدو تيلعبوه دور ديال ضحية. في حين انهم هما تيمارسوا الاقساء على فئة عارضة من دكاطرة حامل المرتبون في يعني المصنفون في السلم العاشر. وراني درته وغد نرجع وغد نحصل لكم تفصيلا مميلا لان الاغلبية ديال الاخوان تكاطرة وحامل الشهادات تصلوا بنا. وتفهمنا انهم يعني ان تم اتخاذ هذك القرارات اللي هي مضحفة وسأبين بانها ليست دات صلة والشروط انها اللي باغين يديرو وعلاش باغين يديرو خستكم تفاهمو اش دي ديرو اللي. اذا الان باش نتفاهمو دولك اللجنة ديال سياغة النظام الاساسي. نهار تسودو عشرين شويتين بير خستك تعرف ليهم لايستوريك. لما عرفتش الماضي ما تعرفش الحاضر ما تعرفش المستشريف. يليك عرف الماضي باش يعني تعرف كيف تتعامل مع الحاضر وتستشريفو المستشريفو مستقبل. باش تعرف اش كين ديبا? تعرف اش جرى في شهر تسعود. شهر تسعود. شهر تسعود. فما قلت مبغوش يوقعوا على على المبادئ الاساسي. عديك اللي غيجوا غيوقواها في اربطاعة شنو. خرجوا انا ذات يقول لك اننا نؤاتروا تجويد العرض الى اخره. وتجويد العرض وتجويد الهم لك حل هو المسائل اللي قلت لكم اللي كانت الى الدرجة المنتزة ومناصيب عليا. المهم لما غنكون كترو في هذك شي ومسائل اخرى. في حين ان المسكوت عنه الان اللي كل شي شطورة ضرب طم هو ديال التوظيف ديال الوظيفة العمومية ديال اوطر الاكاديميات ما رفض في مشاوه. اوش يبانون وش يضرب. مش مشكلة. ديكم مسألة اخرى انقدم ضربها حلقة. ولكن. لكن يا لكن قلنا لكم شرط سعود ما اوقعوش. انا داك اللجنة العليا ما عطلاتهمش. بججي بجدارة 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 برأس الموسى وشكلوا لجنة لصيغة نظام الاسس. بداية الاشغال ديالها من شرط سعود حتى الشرط ما عشي. نهاية شرط ما عشي. من بعد جات جات النقابات هل شراء كل شي لدينا ما يفوض وخارجين تطريحات ديالهم هل شرط ما عشي يقول لكمها. خارجة النقابات كاملة هذيك. خمسة. جاءوا طلبوا من 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 بن موسى باش او بن لجنة العليا. نقول لان بن موسى الرئيس ديال لجنة العليا. طلبوا منها باش يعني باش اعتيت دخل تشارك في هذه اللجنة ديالصيغة النظام الاساسي. رفضت اللجنة العليا. ذاك اللجنة ديالصيغة نظام. قلت لهم لا. ما بدخلش النقابات بدلا مدان انها ما يعني موقعش على المبادئ الاساسية ما تدخلش. وبقاعد خدامة اللجنة ديال النظام الاساسي. وكملت صياغة ديال المسودة ديال المشروع ديال النظام الاساسي. كمل في نهاية ديجانبر الفين واثنين وعشرين. حتى النرا كيني اللي ذاك. عندهم هم المسودة وكيني الاقرب اقرابين عندهم المسودة ديالنظام الاساسي. اذا ما فهمناش اشنا يهملك حل يجيين. بغين يقول لك تا يكمل وغد نشدهم القواعد ونشوفوا ما نشوفه. اش غتشوفه. شوفه لما تشوفه. ثم تقوموا باشياء اخرى. الان غدين غدين نوضحه اش تديره. اذا انا داك ما خلوهمش يدخلون. من يجاوا في 14 ينير. ووقع التوافق. وقال لك راح نادك الاقتراحات اللي ذرناها. اذا مدان داروها را طالوا على المشروع النظام الاساسي. وداروا الاقتراحات الملاحظات ديالهم الى اخيره. وقال لك راح اخدوها بعين الاعتبار. كلهم راح كتاب هدو اللي سناو خرجوا قلوهم. قل لك احنا راح طالعنا. وعرفنا اذك شي بانا. بانا هذك المحضر ديال ديال 14 ينير اللي هو غير المبدأ ديال المبادئ المؤثرة للنظام الاساسي فقط لا غير. اما هذك الميل فات اللي مثلها. هذك راح نتروح ديال 26. ماسي مشروع. تنظروش على الميل فات المطلبية. ان المحضر ديال 24 ينير محضر ديال المبادئ المؤثرة. ديال النظام الاساسي تكشين مغش وقعي. اذا من يوقعوا هذك الرابعة اللي وقعوا. هذيهم صافي قبلوا بيهم ولو تيدخلوا في اللجان في هذ اللجنة اللي داروها من اجلي ذلك المراجعة ديال تدقيق في المراسيم دات الصهر. والنصوص النظيمية والقرارات الى اخر. واستكمال بعض الرتوشات ديال النظام الاساسي اللي يكملوها. اذك الملاحظات اللي كانوا دارو رام. قادوا. اذا ما بقىش حاجة اسمها مشروع النظام الاساسي غادي نجو غا نعرضوه على القواعد واذاك شيء. اذاك شيء الناس راما شيء راما. كل شيء غادي نوضحه اشكيد. اذا لا كان شيء حاجة عكسة دارك خرج. الآن. اللي خسكم تعرفوا الآن مين تديروا التدقيق في المراسيم. طاعتوا انهم رفجوا مسكنينكم نعسينكم الى اخيره. وجابوا لكم اذك القادية ديالرمدان. قلوا ايه ابن هدم تيسير اللعاب ديالو. ممكن الوصوليين. ممكن الانانين. ممكن كل واحد تيسوت عليك بوالته. على نواشته. قدي غارادو يدور مئة وعشر مقش يسوله. هاش اللي تنديروه تنديروه بحق الرجال والنساء. احرار والحرائر. والبعارة كينين اللي متيستحقوا حتى الشنمي. لا ترقية. لا تقول لهم في الكين. لا تكون غادي. لا غاديلشي هاوية. دفعل هم لك حل يزيد يزيد غرق هاديك الهاوية. ولكن بحق الرجال تدوجو الشميل. ما شو ما شو. اذا. اش كين? كين ذلك التدقيق في المراسم. والنصوص التنظيمية. اذا من يجاو? تكملوا رمضان بكم. اولاينكم. نهار نهار خمسة و عشرين. انا قلت لكم انا قبل قلت لكم خمسة و عشرين. هيكون غير النظام. اللي جنة دي النظام الاساسي. يعني هي اللي كايو? اللي جنة دي النظام الاساسي. المشتركة. لقال لكم مشتركة باش ياخدوه يعني الشرعية الى اخيري. يقول لك هاش اللي غا تنديروه تنديروه بالشاركة مع الفرقاء الاجتماعيين. اه مع الفرقاء دي النعقابات اللي تيمتلوا الشغيلة. اذا هما راتي متلوكم بغاو قلتوا لك راتهم. انهم عطيتوهم الشرعية في اللي جنة دي. في انتخابة. في حين انه الان هاد النظام الاساسي و هاد اجراءات كل اللي غا تجيء غير ملزمة لشريحة كبيرة من الشغيلة اللي هما تتمتلهم هاد نقابة دي اللي في توجه الديمقراطي. باش كنوا صارحين. مدام ما خلا واش تشارك. اذا لا يعني هاد الشي اللي غا ديكون مستقبل. الان اللي غا ديكون. وما الان تيحدو شروط واجراءات وبرامج المباريات. لان ندرك كنين المراصيم اللي خاصهم قرارات. خاصهم ينزلو بقرارات. ضروري. المشاريع المراصيم. وكل شهد المشاريع المراصيم ده تصيلا بالنظام الاساسي وبإصلاح منظومة التعليمية هاد شفاقت المنش مطلبي بواحدو هاده. بواحدو. مدروش عليه. شلي مركزين عليهم. هات يديروا باع عارات باش بنيدم سحابها عارات مديرو لنا. داك هاد المير في ديال هاده. دا حاي النظامي. زيزان العاشر الف داك. بالفخوضة بنزفوه دا من الاملك هالله يعطيكم بتاكلو. اذا هنا نقروا ونشرحوا ونفصلوا وخوي يكون عندك سبعمائة الف دكتورة. هنا واخد الممارسة الميدانية واخد المسائل من مصادرها من الفقهاء ديال تشريع وديال القانون اللي حصل لنا الشرف معهم في لزون ستود اللي كنا يوميا نجتمع من أجلي يعني تطوير المهارات ديالنا فيما هو تشريعي وقانوني. خلي عليك زيزان. سبعة واثمانية ستون ليركاز الليل. نحن رات الدريسة مزين. دور. دور. ايدا. 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 دور. يلا باش من تقول نشبه. ايدا هنا كين مراسيم خاصهم قارارات. دورك هادش هم اللي خد دامين في هاد القارارات. لان هاد النشر دير هاد القارارات. واجب. هاد القارارات يعني تنشرة وجوبا في الجريدة الرسمية. لا بد ان تنشرة في الجريدة الرسمية. هادك الشي اللي قلسنتي قدو فيها لانا كين مراسم وكين مراسم اللي خصها قرارات بحال إحداث الدرجة ديال أستاذ باحيت بحال الدرجة ديال اللي قلوه لكانت الدرجة الجديدة درجة الممتازة أو الدرجة استثنائية إلى أخير هل نعطيكم أمثلة إذن هادو تيخصهم قرارات إذن هاد القرارات خصهم ضروري ووجوبا خصهم يتنشروا في الجريدة الرسمية إذن الآن ايش يديرون؟ عاليش تنتم بزاف ديال دولهم تيخرجوهم بحال ديال الدكاتيرا بحال ديال شهيئات أخرى بحال المتدربين إلى أخيرين ديال إدارة الأربوية بحال بزاف ديال باش نقوم ركسين تعالفوش كيف إذن كنين المراسم تب geldiل كنتندقوها fihi اباش يدقوه ما فيها د bulky قرارات تدقوهش في المشاريع المرسين تيدقوه في الخارارات اللي خصا تنزل اللي هي اللي تتنظم تحدد حل مثلا كين القرارات تقوم بتحديد شروط وإجراءات وبراميج المباراة هذ القرارات اللي تتحدد بقرارات د chega شروط وإجراء وبراميج المباراة تحدد بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحة التعيين كل السلطة التي لها صلاحة التعيين هي وزارة التربية الوطنية هو بن موسى هذه القرارات التي تتخذهم إذن التي لها صلاحة التعيين في الدرجة المتبارة عليها هناك ستكون درجة ومتبارة عليها إذن تتعني الدرجة المتبارة المحدثة المتبارة عليها إذن المباراة فرض عين Obligator بيبق دار بها وعشرين ما كان يجستفيع للواجبات بحال هذه القرارات تكون فيها مثلا نوعية الاختبارات والعداد ديالها كيفية تأليف لجنة المباراة كيفيات وشروط إجراء الاختبارات بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحضود شوفوا بين جميع المترشحين وشوفوا اشتدروها اشتدروها ثم تحدد كيفيات الإعلان عن المباراة وأجال إداع طلبات وكيفيات الإعلان عن النتائج إذن كل شيء بحال هذه ومن اللي قلسين خدامين فيه الآن ومن يغادي يكمله سيقول لكم رح نكملنا المسودة في حين أن المسودة كملت عام كحو أورقدون كما كملت وشافوها في بداية يناير 2023 لم يكونوش داروا الملاحظات التي تتناقضهما ولكن تنتابل تناقض خرجوا كتاب عام تقول لك احنا ذيك الملاحظات اللي درنا هي القيناها تضمنها المحضر وذيك شي عليش تضربنا حين تذيك 13 ساعة والعشر ساعة تقول لي باش تاخد قرار لا لذيك احنا عارفين إذن هم نطالعين على المشروع دي النظام الأساسي ويعطاهم الملاحظات والقراهات ديولهم وبالتالي نهار 13 من ما توصلوا حتى العشرة الليل والثمانية ديال العشية ديال 13 نهار الجمعة ديت توصلوا بهذه بهاديك الاريبونس ديال الوزارة اللي فيها المقترحات قال لك را كل هذيك المقترحات را تضمنها المحضر ديال الاتفاق ديال 24 إذن على أي مشروع نظام أساسي باقي انت تتكلموا لنا القرارات المجسدة لبعض المراسيم مثل هادش اللي قلنا سالفا لأن هاد القرارات لابد وجوبا خاصة تنشر في الجريدة الرسمية دور 120 اللي من بعد نعودوا نهضروا لكم على أشياء أخرى وسنحددها وسنحددها في في الفيديو المقبل إذن ما تنسوا سبارتاجو على نتاق إن واسعة حتى تعملت إذا تكترو من جيم إعجاب ليكات وشي بيرشاطات اللي ودركم لما درش شي بيرشاطات حتى ما تنديرش معكم اللي ذلكم بلحاكم معكم اللي غاد نديرش اللي تي 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 زادي يا لي هاوي لي على بوغرن بوغرن دير الفران طلع تلقوا عليكم السلوغية السلوغية ترعدو بيرمانات ترنات تمكنت على المقات ولكن نحن هنا من أجل كشف الحقيق من أجل نصلة المستضعفين الزكاترة وحامل الشهادات المصنفون في السلم العاشر لابد دخله وعندكم تتهم الحق هو سأل غاد ندير اليوم الفرشة بالنسبة لهذا فصل التكوين على المباراة تطيرونا بعد قليل إذن تحية نيضاليا للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات فقتل غير ودوره دو عشرين